اشتركوا في القناة على القناة لللي حابب يسمحها بتكون على هيئة دروس وكمان الوحدة دي برضو هنشرحها على هيئة دروس يعني النهاردة هنشرح بإذن الله الدرس الأول والدرس الأول مكون من جزئين طيب الوحدة دي بعنوان ايه؟ بعنوان يعني أريد أن أكون بصحة جيدة تعالوا نشوف الجزء الأول في أو الدرس الأول احنا هنشرح النهاردة الجزئين وهنحل كل التدريبات الخاصة بيه لو انت لسه ما عملتش لايك واشتركت في القناة وفعلت زر الجرس اشترك حان وفعل زر الجرس عشان يوصل لك كل جديد وكمان عشان تستفيد وحاول تشارك الفيديو ده مع اصدقائك تعالوا نبدأ دلوقتي ونشوف الجزء الاول من الدرس الاول بيقول ايه بيتكلم عن الرياضات ياولاد زي رياضة ايل كيفو كاب معانا اللي هي المفارضات الرئيسية كرة القدم يعني فاتبال فوتبال كرة اليد يعني هاندبول لعبة السكواش يعني سكواش رياضة التنس يعني تنس رياضة السباحة يعني سويمينج طب لو هنعمل ابحار في البحر يعني سيلينج 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 رياضة الكاراتي ياولاد يعني كراتي 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 رياضة الكونفو يعني كونجفو 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 بابل 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 ابذل يعني بدر 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 اسوأ يعني ورس ورس يعني اسوأ ورس لحقا يعني ليدر 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 رياضات يعني سبورتس وده طبعا عنوان الدرس سبورتس جيد يعني جود وعظيم أو رائع يعني جريت لعبة يعني جيم ونادي يعني كلاب رائع أو مدهش يعني شعبي أو محبوب يعني شعبي أو محبوب طبعا البي تقيلة يعني تصريف الأفعال عندي بإضافة الدي والإيدي والآي إيدي وعندي الغير منتظمة تحفظ كما هي الأفعال المنتظمة فيها مضارع وماضي يوافق يعني الماضي منه أجريد أجري أجريد أجري أجريد يحاول أو يجرب يعني تراي الماضي منه ترايد لو تلاحظوا أن الواي أبلغ حرف ساكن فكل بقية الواي لآي إي دي تراي ترايد تراي ترايد present اللي هو المضارع أو الباست اللي هو الماضي في الأفعال الغير منتظمة تحفظ كما هي ملهاش قعدة معينة وين يعني يفوز الماضي منها وين وون وين وون يذهب يعني جو الماضي منه وينت جو وينت جو وينت يعرف يعني نو الماضي منه نو 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 كذلك الأمر سيء فيه يعني يعني بدأت بيجي بعدها إما المصدر مضاف له آي إني جي أو نون اللي هو اسم جو دأت بدأت أنا أيضا يعني مي تو مي تو مي تو يبدو ممتعن يعني لوكس فان لوكس فان لوكس فان وانا كذلك يعني سو دو آي سو دو آي يعني وانا كذلك سو دو آي تعالوا نكمل وصلنا للمين بوينتس اللي هي النقاط الهامة على نصوص الاستماع والقراءة الطبق بتاع النهاردة عن السبورتس اللي هي الرياضات ده الطبق اللي هو الموضوع الجايدنج ويردس أو الكلمات الارشادية بنعمل منها يولاد سنتنس اللي هي جمل كلمة سبورتس يعني رياضات فبيقولك سليم and the wail are talking about sports بيتكلموا عن الرياضات سكواش ماتش ده ماتش سكواش well is watching بيشاهد a squash match بيشوف a match squash تنس اللي هي الرياضات التنس well is good at هو جايد في playing tennis في لعبة التنس playing يعني اللعب سليم is good at جايد في playing squash كراتي و تي في سليم لفظ بيحب يشاهد watching كراتي and the kung fu on تي في swimming و سيليم سباحة و سيليم بحار well's favorite sports راتة المفضلة are swimming and sailing ده كان بالنسبة للنقاط الهامة على نصوص الاستماع والقراءة بكده يا ولاد احنا خلصنا الجزء الاول و قرأنا الكلمات و عرفنا النص بتاع اللي النهاردة هيتكلم عن السبورت اللي هو الرياضات جايب لي اي بقى جايب لي بوب كويس كده يا ولاد عن الفوكاب بعد مذكر الفوكاب كويس بتبدأ تذاكر او تبدأ تحل البوب كويس ده اي بلاي فوتبول with my friends اي ذا هما بلعبوا بكورت القدم في الهوسبتال المستشفى كلب النادي بانك اللي هو البانك ميوزيوم اللي هو المتحف اكيد كلب النادي ماي فيفورت نقط are handball and squash هو قصدو ماي فيفورت ايه سبجيكت مواد المفضلة فودز الطعام بتاعه ديزيرتس الحلوة ولا سبورتس الرياضة طيب فوتبول is very نقط ان ايجيط هي رياضة ايه popular شعبية bad سيئة هطحر cold بارد يبقى popular اللي هو شعبية ماي برادر اللي هو مين اخي was happy كان سعيد because his team not the match يبقى ايه اللي حصل للفريق بتاعه طبعا الفريق بتاعه اكيد one يعني فاز المتش طيب تعالوا نكمل وصلنا يا أولاد بعد كده لدرس الاستماع والقراءة listen and read يعني استمعوا ايه واقرأ تعالوا نقرأ كده مع بعض ونشوف القصة الحلوة دي بتقولي سليم and wail are talking about sports بتحدسوا عن مين عن الالعاب الرياضية what are you watching بقولوا ماذا تشاهد اما قلوا an old match انا بشاهد مباراة قديمة between رانيم الوليلي and نور الشربيني it's great i love squash انا احب ال squash مباراة قديمة بين رانيم الوليلي اولاد ونور الشربيني دول دولة لاعبين squash قامت اما قيل له ايه me too who's winning مين لايفوز قال له رانيم she's very good at playing squash هي بتلعب حلوة قوي في لعبة تنس but i am but i am at لكن سيء في playing hand ball في كرة اليد اما قيل له what about you ماذا عن اما قيل له انا كمان i am good at playing squash جايد في لعبة the squash but i am bad at playing tennis لكن سيء في لعبة التنس i love football كمان بحب كرة القدم اما قيل له so do i وانا كذلك but i am better at tennis لكن انا افضل في لعبة التنس than i am at fall عن كرة القدم let's go and play game of football دعنا نذهب ونلعب مباراة كرة القدم اما قيل له yes let's go to the club leader تعال نروح النادي لاحقا قال له yes what other sports do you watch on tv الرياضات الاخرى اللي بشدها على التلفزيون اما قيل له i love watching karate and kung fu and you بحب الكراتي والكونغفو وانت كمان اما قيل له my favorites are swimming and sailing الرياضة المفضلة بالنسبة لي السباحة والبحار sailing looks fun البحار بيبدو ممتع اما قيل له great so what time do you want to play football ما الوقت الذي تريد انت لعب فيه كرة القدم اما قيل له about five في حوالي الساعة خمسة قال له awesome رائع see you in the club later راك في النادي لاحقا تعالوا نكمل تعالوا نشوف language functions الكعدة بتاعت النهاردة بتقول ايه اول حاجة ياولاد بنتكلم عن to talk about sports للتحدث عن الالعاب الرياضية اول حاجة كده بيديك بعض الاسئلة والاجابة عنها لما تجي تتحدث عن الالعاب الرياضية ما عازمي لك لو عايز تقول له ايه هي الرياضات التي لدينا في مصر هتقول له what sports do we have in Egypt ما هي الرياضات التي لدينا في مصر طبعا احنا عندنا ياولاد we have sports like عندنا رياضات مثلة فوتبول كرت القدم تنس and swimming وكمان كرت القدم والتنس والسبق حتى لو انت عايز تقول له ما هي الرياضة التي ترغب في تجربتها هتقول له which sports would you like to try ما هي الرياضة التي ترغب طبعا احنا عندنا الرياضة الاكثر شعبية هي قرة القدم ياولاد دي اكتر رياضة شعبية عندنا دي اسئلة والاجابة عنها لو انت هتتحدث عن الالعاب الرياضية تعالا نشوف بقى القاعدة بتاعت النهاردة بتقول ايه القاعدة بتاعت النهاردة بنتذكرها كده مع بعض قاعدة بتقول اللي هي التذكر صفات المقارنة وطبعا احنا واخدينها قبل كده تعالا كده بقى نذكركم بها تستخدم صفات المقارنة عند المقارنة بين اتنين من الاشياء او الاشخاص او الاماكن تستخدم صفات المقارنة عند المقارنة بين اتنين من الاشياء او الاشخاص او الاماكن صفات المقارنة ياولاد اللي هي الكمبريتف أاجيكتيبس في منها شورت أاجيكتيبس صفات قصيرة وفي منها لونج أاجيكتيبس صفات طويلة الصفات الكصيرة بنجيب الصفة ونضيف لها ER وبعدين بنحط وراها Zen لكن الصفات الطويلة بيكون أمر أو less وبعدين الصفة الطويلة اللي هي مثلا كل دي صفات طويلة وبعدين نحط than يبقانا تاني لو صفة قصيرة هضيف لها ER بس وبعدين هضيف وراها Zen لو صفة طويلة قبلها يكون تمام? وبنضيف بعد الصفة تمام? اعطيني هنا مسال اهو زي ما انتم شايفين. المسال بيقول ايه? هنا هنقول نورة مين ركاية? لو تلاحزوا يا ولاج فين الصفة هنا يا ميس? الصفة اللي هي ها طولر تمام? اللي هي مين? اللي هي طولر. ضفنا للطولر ايه? طول وضفنا له ايه ار وبعدين جبناها بعدها لكن لو تلاحزوا بعد كده يعني جاب لها وبعدها صفة ايه اولاد? صفة طويلة. بولك هناك بعض الصفات الغير منتظمة اللي تحفظ كما هي. زي اي قاعدة بيكون لها شواز. قال لك الصفة جود لما يجي احطها في المقارنة هتبقى والصفة بال لما يجي احطها في المقارنة هتبقى يعني انا يا ميس هقول اي ام بيدر اتنس ذان اي ام ات فوتبول اخترت بود بيتر مخترتش جود اه. بيبقى انا في المقارنة جود بتبقى بيدر زان وباد بتبقى وورس زان. ما ينفعش حط جود ما ينفعش حط آآ باد. ودي بتتحفظ ديوات زي ما هي كده حاولوا تحفظوها. تعالوا نكمل. بكده زي ما انتم شايفين احنا وصلنا على التدريبات العامة على الجزء الاول من الدرس الاولاني. وطبعا احنا لسا كمان في الفيديو ده هنحل التدريبات دي. ونخش كمان على الجزء التاني. تعالوا نكمل كده ونشوف جنرال اكسرسايز ده بيقول ايه. اول حاجة زي ما انتم عارفين كل مرة ببقى عندي سؤال ايه. استماع بسمع وبكمل الكلمات النقصة. تعالوا نسمع نص الاستماع وبعدين نكمل. احمد and عمر are friends. احمد is good at football. he usually plays football at the club. عمر likes watching matches on tv. احمد and عمر go to the sports club on friday. بعد من نسمع ياولاد القطع اللي انتم سمعتوها دي. بنبدأ بقى نشوف ايه الكلمات اللي احنا سمعناها ونقصة. احمد is good at. كان نسمعتها يا ميه. good at football. بعد كده احمد usually plays football at the بيلعب فين في الكلاب النادي. بعد كده عمر likes watching نقط ها on tv matches. وزي ما انتم شايفين الحل زهر قدامنا. بعد كده choose the correct answer نختار الاجابة الصحيح. he is نقط at tennis than he is at squash. يبقى هو ايه? طبعا في الصفة ياولاد بنختار good? لا يا ميز بنختار better. انت لسه ايه لنا. هو جيد في التنس عن ايه? عن السكواش. we have not like football and tennis in ايجيبت. يبقى احنا we have ايه? لو تفتكروا. هنقول we have sports. احنا لدينا رياضات مثل الفوتبول والتنس. سارة is better. الصفة مضاف لها er او الصفة الشازة وبعدها ايه? وبعدها than. knowها and math. my favorite sport is swimming. it not fun. يبقى ايه? يبدو ايه ممتعن. it what sport is do we? هنقول do we have in Egypt. لدينا في مصر. بدي one. we are playing a handball. ها? at the club. بنلعب بقرة الطائرة في النادي. بدي number two. i am good at. i am good at. ايه? هنقول swimming. انا جيد في السباح. بدي number three. he is watching. اه? he would chat a squash match. on tv. بدي كده يا ولاد انا هرتب معاكم ده one two three. لكن انت في البيت مش هترتبهم. انت هتكتبهم اه جمل. يبقى اول حاجة نقول let's go to let's go to the club later. بعد كده i like number two to try انا بحب اجرب ايه؟ نيو سبورتس. يعني اي نيو سبورتس ياولاد. يعني اي نيو سبورتس ياولاد. يعني اه رياضة جديدة. بعد كده بقول watch سبورتس. يعني ايه واتش سبورتس? اي رياضة? would you like? اي رادة تود ان انك ايه? to watch انك تشاهدها. بعد كده هقول what is number two? the most? تمام? ببيولر. ايه اكتر ايه زي شعباء ايجيبت في مصر. تعالوا نكمل. هنقرأ القطعة ونحل زي ما انتم شايفين. اول حاجة. سارا is my little sister. شي از 11 عندها 11 ايه يرز اول سانة. شي لايك سبورتس الوت. اه هير فيفورت سبورتس ايه سكواش. رادة مفضلة سكواش. شي بليز ات ات زا كلاب بتلعبها في النادي. وز هير فرندس مع اصدقائها. شي براكتز سكواش توايس ويك بتتمرى لمدة ايه مرتين في الاسبوع. شي وان ميني برايز. برايز اسكسبت الكثير من الجوائز. شي وانتستو بي افيمس بلا عايز تكون لعبها مشهورة. بيساعدها براكتز ويل ان هي تتمرن جيدا. شي is very clever and active. سارا بلايز سكواش ات زا بتلعب فين يا ولاد في الكلب في النادي. شي وانتستو بي افيمس. عايز تكون ايه افيمس بلاير لعبها ايه مشهورة. كم عمر صارة يا ولاد طبعا هنقول ايه. بس انت هتكتبها هنا مش هترقمها. تكتب الجملة هنا. ايه لها هنا. what is sar's favorite sport? ريادة سارا المفضلة ايه يا ولاد? طبعا كان ريادة سارا المفضلة طبعا اللي سكواش. يبقى حنا نكتب هنا بس سكواش. دي نمبر ايه? دي نمبر فور. بنكتب كلمة سكواش هنا. بعد كده عندي البانت كويت انا عندي ايه? الابستروف اللي موجودة هنا. في كلمة لاتس. بلاي سكواش و بالاخر بنحط ايه ولاد نقطة لان ادي جملة. ونكتب الجملة كاملة. بيقول لي هنا اتكلميا عن سبورة ان ايجيبت الرياضة فيين او الرياضات في مصر. مجابع عنها في اخر اا او في نهاية الكتاب. حاول تسمع الفيديو اللي هتلاقيه في الوصف ازي تكتب فاكرة انشائية هيساعدك جدا. وهاسبهو لك تحت في الوصف. تعالى برضو نشاوفها كده في نهاية الكتاب ونكراها مع بعض عشان نستفاد تعالا. زي ما انت كما تشايف قدامك هوا سبورتس ان ايجبت الرياضات في ماس there are a lot of طبعا ساب مسافة بدء بحرف في كابتال هناك الكثير من الرياضات ان ايجبت في ماس فوتبول سويمينج تانيس اند سكواش are the most popular سبورتس والك كمان ان there are a lot of famous فوتبول بلاير ان ايجب في لعب ان كرة قدم كتير في ماس my sister اختي لايكس براكتسين بتحب التمارس الرياضة she likes swimming بتحب السباحة she usually goes swimming on fridays تقدر تكتبه وتذكره يا ولاد وحاول تذاكر كل مرة الparagraph عشان هيفرق معاك جدا في بعد كده تعالوا نكمل هايفنا هنكتب ايه هنا تعالوا بقى نكمل الجزء التاني من الدرس الاول an awful nightmare يعني يا ولاد كابوس ايه كابوس فضية كابوس فضية تعالوا كده نشوف الدرس او listen to part 2 بيتكلم عن ايه الجزء التاني من الدرس الاول بيتكلم عن ايه كابوس بتاعتنا او المفردات الرئيسية بتاعتنا تعالوا نكراها مع بعض same يعني toxic 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 رئتين يعني lungs 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 كوكب يعني planet 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 انبعثات يعني emissions 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 خطير يعني dangerous 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 صوبة ذقاقية يعني greenhouse 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 كابوس يعني nightmare 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 مشاكل تنفسية يعني freezing problems freezing problems يعني مشاكل تنفسية freezing problems حلم يعني dream 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 الكسترا الكسترا فكابي يعود او المفردات الاضافية حشايش يعني grass 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 سماء يعني sky 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 مستشفى يعني hospital 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 فضيع او مزعق يعني awful 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 يعني فضيع او مزعق awful awful مصنع يعني factory 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 غير نظيف يعني dirty 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 لون رمادي يعني grey grey شاطئ يعني beach beach plastic يعني plastic 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 نظيف يعني clean 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 مخيف يعني horrible 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 تلوس يعني pollution 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 ظل shade 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 الغلوس يعني setting 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 heart يعني قلب heart 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 حاول تسمع نطق الكلمات اكتر من مرة عشان يزبط معك conjugation of verbs تصريف الافعال regular المنتظمة والregular المنتظمة regular بوافة ال-d وال-ad وال-i-ad ها يقف يعني stop الماضي منه stopped stop stopped stop stopped breathe 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 plant planted plant planted يزرع يعني plant الماضي منه planted no no يعرف يعني no الماضي منه no drive drove drive 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 drove تعالى نشوف تعبيرات وحروف الجار الهامة الليه important expressions and prepositions يحتاج الى يعني need to need to need to need to need to يبقى في stay at stay at stay at بسبب يعني because of because of because of لم يعد يعني any more any more any more يعتني be look after look after look after يبقى نظيفا يعني keep clean keep clean keep clean يعمل بجد يعني work hard work hard يعني يعمل بجد work hard يستعد لي get ready for get ready for get ready for get ready for definition اللي هو التعريف toxic ياولاد اللي هو سيء جدا تمام يعني very bad to eat or breathe حاجة سيئة جدا للتنفس او للاكل breathe اللي هو to move air انك تنقل الهوى into and out of your lungs من و الى رئتيك emissions اللي هي غازات gases from cars or factories غازات بتنتج عن السيارات او المصانع shade اللي هو الظل black out of the sun بعيدا عن الشمس nightmare اللي هو a bad dream اللي زي ما احنا قلنا حلم سيء او كابوس green house اللي هو a glass building مبنى زجاجي used for ground بلانتس بيستخدم من اجل زراعة النباتات زي ما انتو شايفين جايب لي كده بوب كوز على definitions بعد ما مذاكر definitions كويس جدا بقدر احل البوب كوز ده ومنتهى السواء نحله مع بعض بقولك ايه when you have a bad نقط يبقى اباد ايه لما انت تكون ايه حاجة سيئة يبقى ده it's a nightmare دي ايه كابوس bad dream يبقى ده ايه كابوس emissions are الانبعاسات دي بتكون ايه هنقول الغاز الغازات اللي طلعها من السيارات والمصانع green house قلنا نوع بيت معمول ايه للنباتات يبقى ده number three the number three when you are in the shade لما بتكون في الظل ده معنا ان انت بعيد عن ايه بعيد عن الشمس the number four تعالوا 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 بعد كده بعض نكمل نشوف القطعة بتاعت النهاردة بتقول ايه او درس الكراءة هنا بيقول ايه تعالوا كراءوا مع بعض كده هيكون درس ممتع ان شاء الله i can't breathe لا استطيع التنفس i know that انا اعرف ذلك the air is black and toxic بيقولك ان الهواء اسود وسام there are too many emissions بيقولك ان فيه هنا العديد من الامبعاثات from cars النتيجة من السيارات طبعا احنا دلوقتي ياولاد بقى السيارات كتيرة جدا وبتطلع لنا ايه هواء سام it's dangerous ده حاجة خطيرة for children's lungs للرقتين بتاعت الاطفال and we have a stay وفروض نبقى في المنزل there are many days when we can't go to school because the air is too bad ولم استطيع اذهب المدرسة في العديد من الايام لان الهواء سيء للغاية my little brother اخ الصغير had to go to hospital اضطر ان هو يذهب للمستشفى because of problems بسبب المشاكل with his breathing في التنفس تعالوا نكمل i remember اتذكر when we could go to the park and play with our friends لما كنت بنستطيع الزاب الى الحديقة وبنلعب مع الاصدقاء the grass اللي هي الحشائش was green كانت خضراء and the sky والسماء was blue كانت زرقاء we could even see the sun وكمان كنا منقدر نشوف الشمس now الان we can't see the sun مش قادرين نشوف الشمس anymore because the sky is grey لان السماء اصبحت لونها رمادي or black او اسود i remember going on holiday and playing اتذكر ان احنا روحنا في الاجازة ولعبنا on the beach على الشاطئ with my family مع عائلتي we swam in the sea وعمنا في البحر but now we can't swim ما نقدرش نعم in the sea في البحر because there is too much plastic in it لاني بقى فيه بلاستيك and it is dirty وبقى غير نظيف تعالوا نكمل other things بيقولك من الاشياء الاخرى i remember اتذكر كمان are eating fruit from trees كنت بقى اكل فاكهة من الاشجار and sitting in their shed وكنت بقى في الظل in hot days في الايام الحارة but now لكن الان they cut down all the trees they cut down all the trees الاشجار كلها اي اولاد الاشجار اتقطعت طبعا so we only have fruit from greenhouses وكمان بقينا بناخد الفكهة بتاعتنا من الصوبات الزوقية and we can't sit outside anymore وما عادش نقدر نقعد بالجلوس في الخارج but wait لكن انتظر what's that ما هذا it's my mom calling مامتي بتتصل بي it's time to get ready for school انها وارفت دونديني لقد حالة وقت الاستعداد للمدرسة it was all an often nightmare ايه ده طلع ايه اولاد كل اللي كان بيحكي ده طلع كابوس كابوس وحلم سيء جدا i look outside and the sky blue انا طلعت ولقيت السماء لونها ازرق and i can see the sun وكمان قادر اشوف الشمس كان بيحلم بكابوس مزعق جدا جدا يبقى الكطعة بتاعت النهاردة بتتكلم عن حلم او كابوس we are going to the park today هنروح لحديقة اليوم but i remember my dream لكن اتذكر كده ان الحلم بتاعي and i وانا اعرف in my heart من داخلي we need to look after ان احنا نعتني بايه ببلانت بكوكبنا we can drive our car cars less مفروض نقلل السيارات use our bikes more نستخدم عجل اكتر او درجات اكتر plant trees ونزرع اشجار and keep our sea clean ونحافظ على نظافة البحر but we must work hard at this مفروض نعمل بجد على ذلك يبقى القطعة بتاعت الدرس الاول الجزء منه التاني كان بتتكلم عن كابوس وستعالوا بقى نشوف وصلنا لايه وصلنا للحل على الجزء التاني من الدرس الاول جايب لي حاجة بسيطة جدا عليه تعالوا نحلها مع بعض عشان ننهي الفيديو بتاعي النهاردة اول حاجة بقول لك when something is toxic لما يكون الشي ايه سام هنقول it's very bad حاجة سيئة ان احنا تقيت نأكلها او نتنفسها ام اه اللي هي الانبعاثات هي عبارة عن ايه هنقول ان هي الغازات اللي طالعة من السيارات cars and factors والمصانع to breathe is عشان تتنفس هنقول to move ده معنى ان الهوا بينتقل من ايه the number a number three the nightmare ان هو حلم سيئ تعالوا نكمل برضو زي ما قلتونكم هنرقم كده مع بعض تعالوا نرقم we need to we need to ايه look the number four after مفروض نعال تاني بايه باور planet بعد كده بعد اير الهواء اللي هو الهواء اللي هو الهواء اللي هو السيئ stops تمام بيتوقف الاطفال اللي هما the children from going بين هما يذهبوا لمفين to school ذي المدارس my sister اللي هي اختي ما لها هنقول herbal dreams حلمة ايه حلم فضيع about عن ايه black air الهواء ال ايه الاسود بعد كده صاره has لديها problems مشكلة with hair freezing في التنفس بعد كده بقولي كلميني عن what can we do to protect our hair ازاي اا اير ازاي نحمي الهواء بتاعنا موجود يا ولاد مجاب عنه في نهاية الكتاب زي ما انا جبته لكم من شوية كده وقرأناها مع بعض حاول تبص عليه وتذكروا برضو مجاب عنه في نهاية الكتاب كده احنا خلصنا الفيديو بتاع النهاردة شرحنا كل حاجة خاصة فيه وقرأنا الكلمات وحلينا كل حاجة موجودة فيه ان شاء الله الفيديوهات اللي جاية يكمل لكم بقية الوحدة التانية اي حاجة عن طريق ااا صفحة الفيسبوك مسأسماء ياسر هتلاقها تحت في الوصف وزي ما قلت لكم اسمعوا الفيديو اللي بتقولك ازاي تكتب ايميل سيبقى لكم في الوصف اللينكات بتاعت الفيديو ازاي تكتب فكرة انشائية اللي هو وازاي تكتب ايميل ما تنساش تشترك وتعمل لايك في القناة وتفعل زر الجرس عشان يوصل لك كل جديد كانت معكم مسأسماء ياسر باشكركم جميعا